على مدخل بلدة الضاحية وعلى بعد أمتار فقط من عبورك حاجز قلنديا العسكري صوب العاصمة حديثا بات يستقبلك هذا المركز التجاري الإسرائيلي الجديد الذي أقامه أحد رجال الأعمال الإسرائيليين بصورة استفزازية بين أحياء القدس العربية مروجا لعروض وأسعار تنافسية وفرص عمل تستقطب الفلسطينيين مستغلا ترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمقدسيين لاستمالتهم للأسواق الإسرائيلية الأصل أن يبعدوا الحركة التجارية عن البلد القديم عن وسط المدينة وينقلوها إلى الأحياء الخارجية هم يأخذون القوة الشرائية لدى سكان مدينة القدس ويوجهوها إلى المتصفدين الأول منها وهم التجاري الإسرائيليين الأسباب بتأكيد واضحة أولا تنافس ما بين الإسرائيليين والمولات الإسرائيلية في جذب المتسوق العربي إلى الأسواق الإسرائيلية وبتفاقم هجمة الشبكات والشركات الإسرائيلية على السوق المقدسية والتي لم تخجل حتى من الوصول إلى قلب العاصمة وشريانها الاقتصادية شارع صلاح الدين تعالت الصراخات المطالبة بالمقاطعة ومجابهة حرب لقمة العيش لتلبي المؤسسات المقدسية النداء بإطلاق مشاريع تحتضن الرياديين المقدسيين وتطور أفكارهم للنهوض بالواقع التجاري والاقتصادي في القدس فانطلاقا من حاجة التجار المقدسيين إلى الدعم المادي والمهني والقدرة على المنافسة أطلقت مؤسسة الرؤية الفلسطينية مؤخرا مشروع إصنع أملا في القدس الهادف إلى تمكين ودعم عشرات الرياديين في العاصمة وتقديم المرافقة الإدارية والمالية لمشاريع هم التجارية لتأهيلها للمنافسة في السوق المقدسي والصمود في وجه سياسات الاحتلال وتضييقاته بحق التجار المقدسيين الشباب خصوصا في مدينة القدس بواجهوا مشكلة من ناحية الدعم ومن ناحية وين يتوجهوا لأي مؤسسات فحبينا من خلال هذا المشروع أنه نحتوي ندعم ونطور المشاريع الريادية عند الرياديين الشباب بالجانب الأول رح يوفر وظيفة إله ويدخل إله وإسرته وكمان في المستقبل إن شاء الله رح يوفر وظيفة لشخص آخر يشتغل معاه من خلال هدول المشاريع وتشير الأحصاءات لأن خمس شبكات إسرائيلية تفشت كالسرطان منذ العام الماضي في شوارع القدس الحيوية كشارع الزهراء وصلاح الدين واستدعوات القوى الوطنية بضرورة مقاطعة المجمعات والشركات الإسرائيلية ورفض عروضها الجاذبة والتوجه لمساندة تجار البلدة القديمة المنهكين بالأصل بالضرائب والغرامات المالية الرامية لإغلاق ما حالهم رويدا رويدا لبرنامج القدس ياسمين أسعد قناة الغد القدس المحتلة